اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استمرار منح قروض 50 مليون للبناء والترميم تمنح للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والمواطنين وتسدد في عشرة سنوات وبنسبة فائدة 5% عاجل وزارة الصحة تناشد المواطنين كافة بالتوجه إلى منافذ التلقيح المنتشرة في عموم العراق لتلقي اللقاح بعد تزايد أعداد الإصابات الشديدة علما أن اللقاح آمن ومن مناش عالمية رصينا التعليم النيابية على وزارة التعليم العالي مراجعة قرارها بشأن الدوام الحضوري لما في ذلك من خطورة الأمين العام لمجلس الوزراء الحكومة عازمة على توزيع قطع الأراضي بين المواطنين بتوقيتات محددة وزيرة الإعمار والإسكان سنعلن خلال إسبوع توزيع 600 ألف قطعة أراضي بين المواطنين تنويه هام بخصوص التقديم على تعيينات وزارة العمل بصفة باحث اجتماعي أي عقد التقديم حاليا متوقف ليومي الجمعة والسبت وسيتم إعادة فتح استمارة التقديم يوم الأحد فقط الموافقة داعي السبع الفين وواحد وعشرين لغاية نهاية الدوام الرسمي بمعنى آخر موعد للتقديم يوم الأحد فقط وتغلق الاستمارة لذا اقتضى التنويه الصحة النيابية الحضر من الساعة الحادية عشر مساء إلى الخامسة فجرا لن يكون ذا جدوى على اعتبار أن العوائل في منازلهما محافظة بغداد ترفع جميع أسماء محاضرين بغداد الفين وعشرين إلى وزارة التربية المشمولين بقرار مئة وثلاثين حسب قرار مجلس الوزراء كونهم محاضرين قبل تأريخ واحد خمسة الفين وواحد وعشرين ويؤكد مباشرتهم الفعلية للعام الدراسي السابق وبدورنا نناشد وزير التربية السيد علي حميد مخلف بإنصاف هذه الشريحة وعلى رأسهم ممثلهم الغيور مصطفى عبدالهادي الصابرين منذ أكثر من عام ونصف عاجل وزارة التربية تؤكد التزامها بإجراء امتحانات المراحل المنتهية وإعلان جداولها وتوقيتاتها مطلع الإسبوع المقبل وزارة التربية لا صحة لإلغاء امتحانات الثالث المتوسط والسادس الإعدادي وزارة التجارة تكشف عن مفردات السلة الغذائية التي سيبدأ توزيعها اعتبارا من هذا الشهر وتشمل سبع مفردات تتكون منها أولا أرز هندي حبة طويلة درجة ممتازة ثانيا علبة معجون طماطن بوزن نصف كيلوغرام من نوع التونسا ثالثا نصف كيلوغرام من الفاصولية المستوردة من تركيا وأصلها من الأرجنتين من أفضل المناشئ رابعا نصف كيلوغرام من الحمص ولا زال في عملية الاستيراد خامسا واحد لتر من زيت الدار الذي تنتجه شركة الاتحاد للصناعات الغذائية سادسا كيلوغرام واحد من السكر سابعا الطحين جيد من نوعية الخباز السلة الغذائية ستكون سابقة بتاريخ البطاقة التموينية منذ عام 2003 كما ونوعا وزير النفط بشأن تعيين الخريجين مدة التقديم انتهت سيتم البدء بفرز أسماء المتقدمين على وثق الدرجات المقرة في استمارة التقديم أكثر من 96 ألف من المهندسين قدموا للتعيين وزارة الكهرباء توجه إعمام إلى الشركات كافة بتزويدهم بأوامر إنهاء خدمات الموظفين ممن لم يبلغ السن القانوني للعمل في الوظيفة المتحدث باسم وزارة التربية الإعلان عن جدول الامتحانات الوزارية لطلبة الثالث المتوسط للعام دراسي الحالي سيكون قريبا ليتم تعميمه بين جميع مديريات تربية بغداد والمحافظات مستشار رئيس الوزراء سيتم فتح البوابة الإلكترانية لتوزيع قطع الأراضي خلال عشرة أيام قبل العيد بالتحديد بتاريخ الخامس عشر أو السابع عشر من هذا الشهر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمارة توزيع الأراضي سيكون بأفضلية النقاط التي سيجمعها المواطنة صباح عبداللطيف هناك لجنة في كل محافظة ستتبنى توزيع الأراضي للمستحقين الأراضي المخصصة في بغداد ستوزع في منطقتين نهروان وأبو غريب المساحة ستكون 200 متر مربع لكل عائلة ستكون هناك بوابة إلكترانية وكل شخص ليس لديه وحدة سكنية سيشمل بالمبادرة الأراضي ستوزع مجانا هناك ثمانية مواقع جاهزة وسيتم توزيعها قريبا جدا المبادرة تتضمن توزيع ثمانية مواقع وبواقع 380 ألف وحدة سكنية لتغطية مليونين ومئتي ألف شخص اللجنة العليا استمرار فرض حظر التجول الجزئي في بغداد والمحافظات كافة من الساعة الحادي عشر مساء ولغاية الساعة الخامسة صباحا طيلة أيام الإسبوع اللجنة العليا إعطاء صلاحية تحديد الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة بضمنهم الموظفات الحوامل والنساء التي لديهن أطفال دون السادسة من العمر للوزارات والجهاد غير المرتبطة بوزارة على أن لا يقل عن 50% بحسب ما يرتقونه وبما يتناسب والخدمة المقدمة مع استمرار دوام موظفي وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارات الأمنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بنسبة 100% وإلزام الموظفين كافة بجلب نتيجة فحص البي سي آر سالبة لمرض كوبيد ناينتين إسبوعية أو جلب كارت اللقاحة الذي يثبت تلقيحهم بأحد لقاحات كوبيد ناينتين اللجنة العليا التأكيد على الوزارات والجهاد غير المرتبطة بوزارة والمحافظات الإعاز إلى دوائرها تزويد دوائر الصحة المراكز الصحية ضمن الرقعة الجغرافية بقوائم تتضمن أعداد منسوبيها المشمولين بالتلقيح بأقرب وقت ممكن